اهلا بكم هل دخلت مصر عصر او فترة زمنية اسمها فقاعة العقارات ده خبر مرعب لو احنا دخلنا في الفقاعة العقارية يعني ايه فقاعة يعني تم بناء اه اساس اه بيت على غير قاعدة او غير اساس تقريبا 90% من اموال المصريين محدوطة في العقارات ايش اراضي ايش شليهات ايش فيلات ايش شواء في كلام دلوقتي بيقولك المعروض بقى كتير قوي والطلب على العقار اقل والمعروض كمان معروض بقيم مادية عالية فيه امطار وصلت ل 16 و 18 و 20 لحد 25 الف جنيل متر طب هل يقابل هذا الطلب هذا العرض طلب يوازيه الاجابة لا النهاردة انت بتلاقي تقسيط على 8 سنين وال 10 سنين لكن ما بقاش فيه شركة زي قبل 2011 تقولك التقسيط على 4 سنوات في بعض احاديث كده بس بيسموها احاديث خافتة مش عايزة تظهر على الملأ مش عايزة تعترف ان احنا وصلنا لمرحلة فقاعة قرية انا هنا ما بأكدش الخبر اوام فيه بس عايزة اقولك انا عامل فقرة حورية مهمة جدا تتعلق لان انا عارف ان انت بيبقى معك ارشين هتسحبهم من البنك هتقول احطهم في شقة وبعد سنة سنتين اسققه هطلعلي بخمسين بمية بمتين الفقرة النهاردة هتخليك تاخد قرارة يتروح تشتري يتجمد القرار ممكن اصحاب الشركات العقارية يزعلوا مني لو انتهت الفقرة الى ان احنا اقتنعنا ان فيه فقاعة وممكن يرضوا عني وعن الفقرة لو اقتنعنا ان مفيش فقاعة الحاجة التانية اللي عايزين نسألها هل الاسعار اللي بيتم تداول بيها سعر العقار في مصر هي اسعار عادلة معقولة والله اسعار مجنونة ايه هو اللي حاصل في مصر عشان يخليه لمتر في سحرة بعشرين ولا بخمسة وعشرين الف جنيه ده متجاوز ارقام فلكية متجاوز التضخم متجاوز التعويم والكلام ده متجاوز مستوى متوسط الدخل بتاعك كان قبل 2011 من اللي كان بيشتروا الشواء اللي هي الاقصاد كانت على 4-5 سنين اللي عملين في قطعة الاتصالات البنوك شركات البترول المتوسط الحال اللي بعض الاعلاميين بعض الزباط الشرطة الجيش اللي هي اصحاب الرواتب شبه سبتة ومرتفعة شوية لكن النهاردة الكل بيعاني الغلاء مين اللي هيقططع من مرتبه خمس تلاف ولا عشر تلاف عشان يدفع استشاء على عشر سنين فواحد دي يقول لك ان اضمن نفسي عمي سنة سنتين اقدر اصطلك بس عشر سنين ده الناس النهاردة فيه وظائف بيتم تسريحه احنا مش عارف لاللي فيه كم قناة فضائية قفلت اليومون اللي فاتوا ويجي فيه 500 عامل دلوقتي بره الترك وده حاصل في مصانع وحاصل وحاصل لازم نناقش القضايا الحقيقية اللي حصلة في قلب المجتمع عشان كده المصر فاندي والاهمية هذه الفقرة حبيت انوى عنها في البداية واقول لكم خلوا بالكم عندنا فقرة احوارية مهمة ولو عايزين نفتح لكم التليفونات وتتكلموا بدل ما تسحب القرشين بتوعك وتجمدهم في عقار تيجي تدور على ان حد يشتري منك تقعد تلالي تقعد لك 5 سنين ولا 10 سنين وتقول يا زيد ياريتك مغازين ولا الافضل تحطهم في البنك تاخد 15% الله اعلم انا هنا لست الناصح الامين الا انا بقول لك روح خد او ما تاخدش انا جاي باثنين خبراء كبارة كده في واحد بيؤيد وواحد بيعارد عشان اجيب لك الرأي والرأي الاخر وانت شوف هتقتنع بايه هتطلع بكرة تسحب فلوسك وتشتري وتحجز ولا تقول لا استنى شوية والسؤال اللي بنحاول الاجابة عليه حل دخل قطاع العقارات في مصر مرحلة الفقاع العقارية الاجابة ستجدوها في نهاية حلقة اليوم خلينا بقى نبدأ بالنهاردة اليوم التاني لمؤتمر السادس للشباب اللي عقد في جامعة القاهرة وابرز ما جاء فيه على الاطلاق هي فقرة اسأل الرئيس الرئيس السيسي النهاردة كان على سجيتك العادة وعمال يتكلم حتى تناول رأسة كيكي ولا كيكي معرفش اسمها ايه بالتعبير بتاع الشباب ما خلاش حاجة وتكلم على الغاز وتكلم على تعويم الجنيه وتكلم على انه يقدر ينزل وينظف الشوارع مع المصريين وتكلم على انه هو بيناشد المواطنين انهم ما يتخلوش عنه وهو في برحلة البناء والاصلاح الاقتصادي وانه في لص الطريق وتقولوا مش لعبين هناخد مقتطفات من الفقرة اللي عملها الرئيس السيسي النهاردة اسأل الرئيس ونبدأ نعلق عليها تعالوا نشوفوا الرئيس النهاردة قال ايه في مفتتح جلسة فقرة اسأل الرئيس فيه ناس كانت بتبيع عرضها وتشتري دولار فيه ناس كانت بتبيع دهابها وتشتري دولار فيه ناس كانت بتبيع اي حاجة ممكن تتباع عندها ملاش قيمة وتشتري دولار لان معدلات الاسعار بتاعته اكتر كتير فهو اعتبره السلعة ممكن وتزود من حدة الازمة فانحنا كنا هنستنى منعملش للبصار الاصلاحي ده عشان الكلام ده نتجاوزه كلنا حد النهاردة يقول ان فيه دولار بقى سلعة سيد المحافظ بقى سلعة حد النهاردة يقول خمسة اربعين مليار مش كده فان خمسة اربعين مليار دولار اللي هو الاحتفاظ في البنك المركزي عشان يبقى خمسة اربعين فكان لابد نمشي في المسار ده بتبيعاته مش رغبة مني في ان انا يعني اعتع بالناس مع الوضع في الاعتبار قلتلكم في الاول ايوه احنا اه مش حاضر لوحدي قلتوا طيب حنكون تتعبوا معاي قلتوا طيب طيب جايين بقى في نص السكة لا مش لعبين لا زي ما انا معاكم على العهد والوعد وانتو انا بكلم كل المصريين انتم كمان مش على العهد والوعد معاي على العهد والوعد مع بلدكم مصر ما تضيعوش اللي اتعامل احنا ادينا الوعد اه يا ريس بس مش جمد قوي كده العملية كانت صعبة قوي هجزب عليك ده حضرتك قادرة مننا لا كان فيه اجراءات عنيفة يعني على طول الحكومة نازلة تعويم 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 الحكومة نازلة فيه رفع اسعار وتقليل الدعم محدش يقدر في نص الطريق طالما وصلنا لنص البحر ان احنا نتوقف خلاص بقى قطعنا نص الشوت لازم نكمل بس يا ريس المصريين عايزين امل عايزين امل في ان انت تقولهم بكرة جاي ازاي وده جاي في كلامك النهاردة عايزين امل ان انت برضو توعدنا ووعود كده محددة بتوقيتات زمنية قولي هابدأ امتى اشم نفسي المصريين النهاردة مضوطين ضغطة جديدة جدا اللي كان بيجيب غيارين للصيف بقى بيجيب غيار واحد اللي كان بينزل يشتري بلوفرين بقى بلوفر واحد فيه ناس نزلت ولادهم من مدارس خاصة لمدارس حكومية الكل عمال يتقشف يقلل يقلل ده مطلوب بس مطلوب لحد امتى احنا معاك على الحلوة والمرة يا امر بس اديني كده الخيط في الاول اديني الحتة اللي انا اقدر اطمن بها قلبي عايز اقول لك رئيس بعض الناس يوقفوني في الشارع ويسألوني هو انت شايف الدنيا هتفك امتى طبعا انا مش خبير انا مش رئيس وزراء ده ربما لو سألت الرئيس الوزراء اقول لي اصبر عليها شوية يا خير انا ما عربش الكلام ده لكن الناس عايزة دايما وانت طالع تكلمهم تقول لهم مثلا انتظروني في يناير 2019 اه ارملنا علاوة ادلنا حتة حلوة يعني زبط لنا الدنيا شوية بحيث زي ما هتاخد الحكومة تبدأ تديني شوية الزيادة المعشات 15% حاجة حلوة بس ايه اللي يمنع لو اتحركت سيكا بـ 25% علاوة للموظفين شوية بحيث ابدأ انا اشعر ايضا لكن انا بدفع الفاتورة كاملة وانا مبرح بقول لحضرتك فيه جيل بيقول لك وانا اتحمل ليه الواحد وكل فاتورة الاصلاح اللي كانت محتاجة 60-70 سنة يدفعها جيل ليه وبينه وبينك رئيس معهم حق طيب من زبطها من وسطنها انت ماشي صح على طريق خطة الاصلاح الاقتصادي لو ما كنتش عملتي كده بقول لاش هلاقى الدولار الدولار ده كان هيوصل لألف جنيه متفق انا انا متفق بفة مش وية في الاقتصاد بس لازم انقل لك برضو نبض الناس نبض الناس اللي هو قال ايه هنخايف الناس استلفت ادينت عمل الجمعيات استبدال معاش اللي كان معايير شين تحت البلاطة طلعوا ما بقاش في حاجة تحت البلاطة لكن في المقابل لا محدش هيجيلك في نص الطريق وهيقول لك مش لعب طريق كملناه او مشينا فيه لازم نكمله وطالما عنكمله نشوف تاني جزء مما قالوا السيد الرئيس النهاردة في فقرة اسأل الرئيس في المؤتمر التاني السادس للشباب اللي عقد بجامعة القايرة في يومه التاني اليوم مش تسألوا نفسكم السؤال ده يا مصريين كلكم وقفوا الناس جنبنا وقفة انا بقول هاليه التاريخ كانت احد اهم اسباب ثبات الدولة المصرية واستقرارها لمدة عشرين شهر طيب هل مطلوب من الاشقاء برضو ان هم يستمروا معانا كده يعني انا بسألكم يعني هم مطلوب منهم ان هم كل شهر يطلعوا دعم لنا بالطريقة دي لا طبعا ومحدش بيعمل كده وجاب علينا ان احنا احنا نتحرك ونشيل بلدنا ونبنيها ونعمارها ونتحمل لك لخطرة المؤكد ان الاشقاء العرب الخليجيين السعودية الامارات البحرين الكويت وقفوا جنبنا ودونا دعم كبير جدا واسكر ان في 3 سبع كنت احد جالس بجوار قيادة عسكرية كبيرة وكان رن التليفون وكان مسؤول اماراتي رفيع المستوى قال له نحن ننتظر الان بجوار الهاتف قول السيسي اللي بيمثل مصر النهاردة عوزم الامارات في 24 ساعة هنشحن كل حاجة كنت حاضرة في هذا المشي اشقاء العرب لا يمكن انقار ذلك لكن ايضا عايز اقول حاجة ما احنا ايضا وقفنا جنب الاشقاء العرب الخليجيين في الاربعينات والتلاتينات والخمسينات والستينات احنا اللي ساعدنا وساهمنا في عملية النهضة فالدول برضو كما تدين تدان احنا كان لنا اياد بيضاء تعليما وصحة وتصقيفا لدى الاشقاء العرب تعميرا وانشاءا وبناءا فما قدموا لنا ربما يكون جزء من رد جماي لمصر الام العظيمة الكبيرة على العرب بس لان الدنيا مصالح فهم شايفين ان حماية مصر في التوئيد ده كان حماية لهم ايضا لان مصر كانت وقت في 3 سبعة ما كانت ستكون قائمة للدول الخليجية نشكرهم بس نذكر انفسنا ونذكرهم ايضا القرامة الوطنية المصرية تابه ان تأتي اي دولة في العالم وتنفق علينا كل يوم تأكلنا وتسئينا وتشربنا ليه واحنا كتع ما عندناش ايدين ما عندناش افكار ما عندناش انتاج ما عندناش شغل ده احنا نروح في دايا بقى لكن عشرين شهر كنا محتاجينهم لان دول عشرين شهر اللي كان فيهم موجة الارهاب علي قوي انت كنت تبشي على كبري مايو خمساشر مايو واكتوبر وتلاقي عمليات تسليح وتفجير وعربيات ناسين اللي كان بيحصل في شارع جامعة دول عربية ده كان بيحصل في بلد في مصر في ام العاصمة الرئيسية ده كان بيحصل فكنا محتاجين هذا الدعم لكن حقيقة لا ينبغي ان يستمر هذا الدعم لان ما فيش حد بيدعم حد ما فيش ابا هيدعم ابنه مدى الحياة فما بالك دول اشقاء لكن الدعم موصول والشكر موفور بنصل اليهم لكن ايضا كانت لمصر ايديها البيضاء على الاشقاء العرب في فترات وعشرات السنوات الماضية وهم بيعترفون بذلك يكفي حاكم الشر الشارقة اللي بيجي مصر في احتفال سنوي في كله الطب اصرعيني وفي جامعة القاهرة ويقدم الدعم والمساعدة والمنح عن طيب خاطر لانه يعلن بان علمه وتسقيفه كان يتم على ايدي مصري نذهب ايضا الى لقطة ثالثة مما قاله الرئيس السيسي النهاردة في فقرة اصر الرئيس في مؤتمر الشباب الثالث ما انا عايز اقولكو حاجة ما قلتو لو قلتو لأ محاق درش لو قلتو لأ مش حق ياوا تفتيوكو العملية منعافي يعني لو قلتو لأ مش هنكمل بالطريقة دي او مش عايزين كده مش حق فانتم بتحملكم بتخلونا نستمر في بناء وتطوير والتغلب على مشاكل يعني هيكلية بقالها سنين طويلة فاتت واسبابها كتير قوي قوي فان شاء الله تلاتين ستة عشرين تكون الدولة المصرية في موضع تاني مش بقى رخاء ومضاعفة المرتبات لا 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 اه 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 دولة دولة قلتلكو قبل كده وبقولكو تاني ماكلش وتبقى مضيفة كده اه ماكلش وتبقى مضيفة كده اه اكل وتبقى اه اي حاجة كده اقدرش معاري ماعرفش اعيش كده طب انا قلت الفين اتنين وعشرين هتبقى مصر في موضع تاني انت بتتكلم الكلام ده على اساس ايه اه مصر هتبقى في موضع تاني الفين وعشرين تلاتين ستة وعشرين عشان دولة الرئيس ودولة الرئيس يكملوا الشغلانة هقولكو الدنيا هتبقى عاملة ازاي هقول هنكون بفضل الله سبحانه وتعالى ان ما كانش يزيد حققنا الاكتفاع الذاتي في الغاز ويزيد ولو ربنا اكرمنا بحاجة تانية هيبقى اكتر من كده ده الكلام اللي المصريين عايزين يسمعهم السيسي ان انت تتحدد لوقت زمني النهاردة بتقول لي تلاتين ستة مواطن هتشوف دولة تانية تلاتين ستة عشرين عشرين او تلاتين ستة اه اتنين وعشرين يعني من سنتين لاربع سنوات بتقول لي انا حقق اكتفاق ذاتي من الغاز عارف يعني ايه حقق اكتفاق ذاتي من الغاز احنا بندفع من تلاتة لخمسة مليار دولار سنويا نستورد غاز من الخارج نهاردة انت حققت اكتفاق ذاتي يبقى اوفارت تلاتة خمسة مليار بيقولك في حاجات تانية ممكن تحصل اللي ما قالهوش السيسي ايه هو منتظرين شركة ايني الايطالية تعلن عنه اكتشاف حقل جديد للبترول ده وارد يتم الاعلان عنه في القريب العاجل ده هينقلك نقلة تانية مصادر دخل الخزانة العامة للدولة كلام ده مش من عندي كلام ده من شركة ايني ماشي كده بيتكلم على ان شبكة الطرق هكون خلصة اصلاحات امنة يبقى عندي فرص للاستثمار المستثمر اللي جاي يقدر يستخدم هذي الشبكة هيبقى عمل المليون واحدة سكنية للشباب اللي هي تسعين متر اللي هي الاسكان الاجتماعي احد الشباب النهاردة قابلني قال السلامتها طلعت ثمانية وسبعين متر قلتول يا عم مفرح هتلاقيها في قطاع الخزب كام او اطلع بحاجة من الحكومة ده اللي انا عايزه من رئيس السيسي توقيتات وكلام مسئول من اعلى سلطة في البلاد لكن انا مش عايز كلام عاية مش عايز فكرة ايه اللي يرددها بعض المسؤولين في القريب العاجل الدنيا تبقى زي الفل لأ انا عايز ايه امتق قريب العاجل وزي الفل ازاي مسكني حاجة في ايدي المواطن عايز يمتق حاجة في ايده المواطن عايز يتطمن عايز لانه في مرحلة شك كم الشقيعات اللي بتلتف حولانه المواطن يوميا كبيرة جدا بتشككوا في اي انجاز يحصل على الارض جاحد من ينكر ان هناك انجاز على الارض لكن ليس كل انجاز على الارض يرضي كل المواطنين احنا مية واربعة مليون فيه اراء كانت رفضة العاصمة الادارية واراء مؤيدة اراء يقولك ايه سبع تلاف كيلو طرق يا عم ما كان عمل لنا تلات تلاف كيلو طرق وحسل لنا المستشفات في النهاية هي فلسفة ادارة حق وجهة نظر السيسب يعلن من اول يوم مفيش دعم بعد كده اصلك ارشك حلاوة هتاخد الخدمة تدفع تمان باستثناء الطبقات الفقيرة يحاول ان يبحث لها عن دعم من خلال مشروعات زي تكافل وكرامة نهاردة السيسب يعلن بشكل واضح وتام ومباشر بان هناك انجاز حقيقي سيلمسه المواطن من سنتين الى اربع سنوات من الان نعيشنا وكلنا عمر هنشوف ده وهنذكر الرئيس السيسب الفيديو ده هنحتفظ به في المصر فاندي اذا كنت لسه قاد على الشاشة دي وليه عمر في الدنيا ونقول له انت وعدتنا وقلت لنا الدنيا هتبقى بيس وزي الفل يا امر في عشرين او اتنين وعشرين نراجع مع بعض الفيديو لكن اثق فان ما يقوله هو قابل بإذن الله للتحقق يا رب الخير لمصر ويا رب يبقى فيه امل دائم بس عايزة اكلمك رئيس على حاجة كنت اتمنى ان انا اسباحا النهاردة في اقتبر الشباب تتعلق بالتصنيع انا عايزك بنفس الحماس اللي انت بنيت بيه عاصمة ادارية جديدة بنفس الحماس اللي عملت فيه 7000 كله طرق بنفس الحماس اللي بتعمل بيه مليون واحدة سكنقية وتعالج بيه فيروس سي ومن المشروعات العظيمة عايزك بنفس الحماس دي تعمل لي مصنع كل شهر اعمل لي مصنع عظيم ضخم في محافظة مصرية انت وقفت ليه بعد بركت غليوت مصنع في كل محافظة يقدر يشغل لي الاف الشباب انا عندي في سهاج انتك بصل رفيع المستوى بصدره بصل خامل اوروبا اعمل مصنع بصل اعمل مصنع صالصة في انتاج المحافظات غزيرة الانتاج في المشروع بركت غليون اعممه في المناطق الساحلية انا عايز الصناعة ريس الانتاج ثم الانتاج ثم الانتاج عشان بعد كده يبقى التصدير ثم التصدير ثم التصدير لكن انا عمال انفق ايضا في بنية تحتية خلي بالك المصريين مش شايفين البنية التحتية لانها تحت الارض لكن هو لما هيلاقي ابنه بيشتغل في مصنع هيقول لك السيسي كده السيسي شغل ولادي في المصنع ارجو الالتفاة لده يا ريس في الاربع سنين القادمة في فترة حكمك الرئاسية الجديدة ان انت تعمل لي مصنع كل شهر تقدر اه تقدر بصراحة تقدر وتعملها وبتعملها وبتقول اللي انا عايزه يتم بيتم وبتفاصل في العشرين شهر بتخليهم عشر شهور والشباب بيعملوا كوميكس على كلامك ده انهم بيخفضوا كل حاجة يقول لك السيسي جاب مش عارف ودير المنتخب قال له انا اخد كاس العالم في اربع سنين لا خليهم في سنتين حاجات بهذا الشكل ده انطباع عام عند الرأي العام عنك ان ان انت لو عايز تعمل هتعمل طب ما نمد ايدنا في ايدين بعض ونشجع بعض وتعمل لنا مصنع كل شهر في محافظة ومعك قوات مسلحة سيبك من اي حاجات تانية يمين او شمال مش عايز اعلق عن استثمارات محلية او اجنبية بس زي ما عملت بركة غليون تقدر تعمل الف بركة غليون في مصر في التمانية واربعين شهر القادمين من فترة حكم بصراحة ستدخل التاريخ من اوسع ابوابه لو عملت نهضة صناعية غير عادية في مصر وعقبها تصدير ودخول عملة صعبة وتشغيل ملايين الشباب نروح للقطة اخرى اله السيس النهاردة في مؤتمر الشباب الموقف الامني خلال الاربع سنين تصعودي في الاستقرار ولا ثابت في تطوراته يعني لا بيرترفع ولا بينزل ولا بينزل انا اتصور ان الموقف الامني والاستقرار في الدولة له نازل وله ثابت ولكن الاستقرار مؤشره طالع كلام ده بينساجن وبينطبق على سينة وعلى باية الدولة المصرية هفكركم بس ببعض الامور البسيطة اللي انتو احنا ما حشدناش الدولة في الاتجاه ده ولا حملناكمش الامها ما امكن الا الام اللي بتقدموا بيها يا ابنائكم وده اكتر حالة لكن النهاردة في حركة للقوات على مدار الاربع وعشرين ساعة بقالها بالزبط كده منذ سقوط حكم العقيد القذافي في ليبيا اول ما سأت الموقف في ليبيا رحنا بعدين قوات خاصة في مناطق ولا بتلكم الكلام ده قبل كده لم يدخلها احد وقات الجوية على مدار الاربع وعشرين ساعة بتاخد الحدود وإلا احنا بنضمر كل يوم عربيات يا محملة بالزخير يا بالاسلحة يا بالمهربين يا بالمهربات يعني بنائمين تكفريين يا اسلاح يا زخيرة يا مهربات كل يوم عشان ما يكونش مبالغ على الاقل انا قلت المحصية دي من من ست شهور قلت بش اقل من الفين عربية تم تدمرهم في السنة او سنة ونص الاخرانيين لو انت بتتكلم صح لا احد ينكر ان الوضع الامني في مصر الان مختلف عن اربع خمس سنوات مضى امن في جميع محافظات مصر ولله الحمد والامن سلعة غالية لا احد يستطيع ان ينكر ذلك تحية لرجال الجيش وتحية لرجال الشرطة بنبشي بشوارعنا فجرا ليلا في منتهى الامان والاطمئنان عندنا منطقتين بس فيهم بعض الايه العمليات الارهابية جزء محدود صغير في شمال سيناء وجزء الحدود الغربية مع ليبي سيش النهاردة بيعلن ان القوات المسلحة المصرية والقوات الجوية ضمرت اكتر من الفين عربية انت عارف الالفين عربية مدرعة دول لو عدت الحدود لا قدر الله مش بقولك يا عم محملة بحشيش بقى الحشيش موجود في البلد بس محملة بزخائر وارهابيين والكلام ده لو كل عربية فيها خمسة كان بقى عندك عشر تلاف ارهابي بتخالي دول لو دخلوا لا دمر طبعا الوضع الامني لا مستقر مقارنة بخمس سنوات مضت لما كنت امشي في شوارع القاهرة ولاقي حرق ولاقي اجرام ولاقي توحش والكلام ده وطلقات نهار كنت استغرب معقولة مصر هتبقى كده في يوم من الايام العاصمة بيحصل فيها كده لكن النهاردة التحية لرجال الامن للرجال الجيش للرجال الشرطة اللي خلوا مية واربعة مليون مواطن مصري ينامون ملء الجفون امنين مطمئنين في ديارهم وفي بيوتهم واللي قالوا السيسي ده حق ويستحق عليه التحية انه هو وفر لنا الامن نروح للاقطة اخرى من لقطات رئيس الجمهورية النهاردة يمكن نتكلم شوية عن ان احنا محتاجين مزيد من الجهد بقى في ضبط الشارع المصري عشان نكون منصفين في موضوع المرور في موضوع المؤخذة المخلفات اللي موجودة في كل حتة حاجات موجودة محسسة المواطن ان لسه الدولة متغيرتش وانا معاهم في كده نعم وحاملات توعية حاضر انا مستعد انزل بيكو يا شباب مصر اسمعوا بس اسمعوا بس انزل بيكو يا شباب مصر في شوارع مصر وبقى انا معاكم واشيل ونظف واحنا معاكم طبعا يعني ما تدوقعش الرئيس الجمهورية هينزل وشيل ادوات نظافة وجاي بيكو نسمعك في الشارع بسوا بيبعت رسالة رمزية للشباب رسالة رمزية بتقول فيها ان احنا عايزين نخلي شوارعنا نظيفة ان مؤسسات مجتمع مدني تستغل عجبتني حملة عملها وزير الشباب الدكتور اشرف صبحي يوم الجمعة اللي فاتت في مبابا بدأة 8 صبح ومعا بعض قيادات وزارة الشباب نزلوا شارك ونظف كان حملة شعارها كده عريت عنها وتبعتها وزير الشباب اللي تفتوا لشغله الفترة الجاية مأمول منه انجاز جيد ان شاء الله سيس النهاردة هو بيبعت رسالة انك حاول تتحرك حاول تخدم بلدك بأي شكل مرة كنت باقترح ان ليه ان احنا ما نبقاش في احد الاحياء نروح للمدرسة اللي موجودة دي جوة الحي بتاعنا نتفق مع الناظر في التلات شهور ننظفها وندهنا بجهودنا الذاتية وولادنا يخش لعبوا في الحوش يروحوا المكتبة ينزلوا حمام سباحة لو المدرسة فيها فكرة ان انت ما تنفصلش كده عن المجتمع اللي انت عايش فيه مش المدرسة يلا خلص تطلع الولى سارح طول شهور الاجازة في الشارع والكلام ده فالرسالة بتاعت السيسي واضحة مش انه هو هينزل لك بمقاشة وجردل ويقول لك انا هاكله سوامز باعت رمز رمز رمزية زي ما حاول في بدايات حكم انه هو يركب العجل ويقول للناس ما تبدأوا تستغنوا عن العربيات ما كناش نعرف انك هتعلل بنزين او كده رئيس طيب من الحاجات اللطيفة اللي علق فيها النهاردة الرئيس السيسي رأسة الكيكي يعني واللي بيقول فيها ان الشباب سايبين الدنيا وعمالين يرقسوا كيكي طبعا دي صايحة عالمية كبيرة شارك فيها ملايين على مستوى العالم بس كانت من الحاجات اللطيفة اللي بيدعب بها السيسي الشعب المصر النهاردة بيقول لطرق الملة وزير البترول مش هما بيرقسوا كيكي عل البنزين براحتك بها لو النبي ما تبسطهاش اوي كده يا رب وما تسمعش كلامه طرق ملة وزير البترول لان الناس يعني خلاص وانت اللي بتقول هناك تراجع فيه استخدام البنزين في مصر ككميات يعني الناس هنا فقوع تسمع كلام الرئيس في الحتة دي والنبي احنا معدنا واحد سبعة 2019 اللي هو بداية رفع اسعار تاني البنزين انما كفاية اوي كده وما تبسطهاش اوي يا باصل نشوف اللقطة الطريفة دي من الرئيس السيسي خليكم معاها هي ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه زود البنزين ما تعلقش ايه يا سيدي بقولك احنا بنعمل كيكي طيب خلاص انا بناشد اهو وزير البترول على الهواء بقول له اه انت طبعا بتسمع كلام الريز بس ايه وعفدي تسمع كلامه الناس مش هرحموك وطرق ملة لكن تعال نشوف مثلا تعليق اخر على الرئيس السيسي بتكلم على قانون منح الجنسية اللي صار عليه جدل كبير اوي سيس النارده بيعلم بيقولك انا عندي خمسة مليون مؤاجر ومواطن اغلبهم العرب مقيمين على الارض مصر هنفتح قانون الجنسية والاقامة وحطين ضوابط بس بيقولك ما تخافش ما تقلقش ليه ما خافش واق لا اريس لا انا الان واخاف واق قالك لا ده كل حالة هيتم دراستها واللي اعطى قانون اللي اعطى التصريح بالجنسية قادر على سحبها فورا بمعنى اللي هيجنس ده لا ممكن في لحظة وزير الداخلية يسحب منه الجنسية لو حصل منه حاجة ده بيضاية طمأننة من الرئيس السيسي لان القانون ده اثار قادر من اللغة عجبني في جلسة اسأل الرئيس تقريبا انه كل الاسئلة اللي ضرت في ذهن المصريين كان بيتم التعليق عليها النهاردة من ضمن الكلام مثلا السيسي كان بيتكلم على ان احنا ليه ما نخفطش الانفاق في رمضان احد المواطنين قال له والله بنوفر ما بقاش معانا فلوس انا عايز اقول له رئيس لو انت بتتكلم من ربع الاكل بيترمى ده كان زمان بس بعد حضرتك ما جيت والاسعار زادت والدعم اترفع واللي بالي بالك واللي انت عارفه وانا عارفه لا المصريين النهاردة بقوا بيعملوا نص الوجبة في رمضان انا عايز بس اقول لك ده من بق الناس بس يعني ممكن يكون فيه تقارير بيقولك حاجة غير كده الاجابة لا الناس يعني يا دوب هو الفطار وزبدياية وحدة خيرة على الصعور وطبق فول ده ده اللي ربنا كربه فالدنيا ماشي لحد الوقت ايه بنتسند يعني لكن لا فيه اقتصاد فيه تقشف لا المصريين راجعوا كل ما هو استهلاكي ومحدش يغروا المصريين الموجودين في المولاد مصريين بيروح المولاد عشان الدنيا حر بيتكيفه ان التكيف بيروح يشتروا من ايه فرج مفيش يعني لكن اه الدنيا ماشية خلينا نتكلم ايضا على السيس معلقا على قانون مرتبات الوزراء البرلمان تمسك بتغفيد الزيادة والدولة انصعت لذلك كفي ترتيب لزيادة مرتبات السادة الوزراء لكن البرلمان خفض الزيادة من 80% الى 25% وده النهاردة كان تصريح رسمي طالع على لسان السيد رئيس الجمهورية ومن ضمن التصريحات المهمة اعلن ان جاله مهندس هشام عرفات وزير النقل وقال له عايزين نرفع اسعار تذكر الاطرات شوية طب يا هشام يا عرفات يا وزير النقل ما انت لسه ضارب سعر دسكرة متر الانفاء ارحم الناس شوية سيسي قال له لا تصلح للمنظومة ابدأ وافقلك على رفع الاسعار لكن من دلوقتي رفع اسعار لا طب ما انا في المقابل اسمح لشاكسة كاريس وقولك على هوا يعني هي منظومة متر الانفاء كانت اتزبطت ما تم رفع الاسعار قبل تزبطها لكن ممكن نعدها متر وانفاء ليه لانه بيخدم شريحة معاناة في القاهرة لكن قطرات السكك الحديدية متفق معاك كاريس ان ما ينفعش ان احنا نرفع فيها الاسعار لان ده وسيلة الغلابة والفقراء حسينه الخدمة ابدأوا لنا هتزودوها ازاي وان كانت القطرات المكيفة ابتدت اسعارها تزيد شيئا فشيئا السيسي النهاردة كان بيتكلم ايضا على انتخابات المحليات واللي بيعلن ان في يناير 2019 ده موعد تطبيقها او اجراء انتخابات بس عايزة اذكرك رئيس وذكر السادة المواطنين ان حضرتك وعدتنا قبل كده لما نشدت السادة في البرلمان بسرعة انجاز الانتخابات البرلمانية في المحليات لكن حتى الان لم يتم تنفيذه ارجو ان يكون في يناير 2019 هو اخر موعد حقيقي لاجراء انتخابات المحليات اتكلم النهاردة الرئيس السيسي عن المصالحة وقالك انا مليش علاقة بالمصالحة اللي عايز يتصلح مع الارهاب هو الشعب لو الشعب عاوز يا ابا يؤمر لكن لا مصالحة مع الارهاب كلام واضح السيسي بيعلن انه لن يمد يده في يد اي ارهابي رفع السلاح او قاتله او قاتله ضد المصريين وبيقول ان قرار المصالحة بيد المصريين وليس بيد رئيس الجمهورية كلام واضح مباشر لا لابس فيه ولا عوى انا مخصص الجزء الاول من حلقة النهاردة للتعليق على مقاله الرئيس السيسي في فقرة اسأل الرئيس لانه قال كلام مهم جدا وجاوب على اسئلة كتير جدا من ضمنها سؤال انت ليه رفعت اسعار الغاز في البيوت ليه رفعت الاسعار قالك لان المواطن اللي ما عندوش غاز بياخد انبوبتين بوتجاز بمية جنيه والدولة بتدعمه بمتين وخمسين جنيه فقال انا دلوقتي المواطن بقى اللي بياخد الغاز بيدفع كروش قليلة فانا عايز اعمل توازن ما بين اللي بياخد الغاز والبوتجاز ما انفعش المواطن يدفع في البوتجاز قد كده والغاز بيوصلك لحد بيتك ويدفع فيه مبلغ بسيط فقال ده جزء من العدالة ان زي المواطنين كلهم يبقوا سواسية في استهلاك الغاز والبوتجاز ده وجهة نظره هو مش وجهة نظري انا وبيتكلم ايضا الرئيس السيسي عن حاجة مهمة جدا وكنا اثرناها في فقرة انبارح ودي انا بختم بيها حلقة النهاردة الفقرة الاولى النهاردة بيتكلم على ارتفاع نسب الطلاق في المجتمع المصر وبيقول احنا لازم يبقى عندنا دورات تأهيل الشباب بصراحة الكنيسة المصرية عاملة حاجة جميلة قوي عشان انت تروح تتجوز في الكنيسة المصرية تقولك روح خط دورة ازاي العشرة والمعاشرة بينك وبين زوج اللي هتبقى زوجتك ولازم تكتاز الامتحانات ولازم يدوك نصايح في كل حاجة في العلاقة العاطفية والعلاقة الجسدية والتعامل بين الزوجين والتفاهم والكلام بعد ما تكتاز الدورة دي وتاخد شهادة نجاح تبدأ تروح الكنيسة انا اتمنى ضي يحصل في المجتمع واتمنى ان لا يتم عقد زواج بين شاب وشابة مسلمين في مصر الا بعد الحصول على هذه الدورة في الاول اعملها اختيارية بس بعد كده خليها جبرية الرئيس السيسة حطت ايده في مشكلة من المشكلات المجتمع الرئاسية اتمنى اتمنى ان احنا يبقى عندنا دورات حقيقية وان الشباب يعرفوا ايه هو الزواج الشباب النهاردة فكرتهم عن الزواج الولد ده عمل لي سمايل وعمل لي لايك على الفيسبوك الله ده امور ده شبه احمد عزي ده شبه مش عارف مين والبت ده شبه مش عارف لسه ولا مين من المطربات ولا الكلام ده لا الزواج مسئولية واهتمام لازم نشرح ده لولدنا اهلينا ما بيأهلوش الشباب يعني ايه هو الخطوة اللي مقدم عليه عشان كده بترتفع نسب الطلاق فستان الفرح اهم عند العروسة ان الراجل اللي هتتجوزه ده متفاهم معاه ولا لا هو ده اللي بيودينا في داهية والطرطة كم دور وعتروح شهر العسل تقضيه فين وبعد ده كله ما بيخلص وبتقفل باب القوضة الشاب عنده سقف وطموح عالي جدا انه هيصحى الصبع حيلاقي مش عارف بدر البدور وهي تصحى الصبع هتشوف امر منور بس هو لا بيعرف يجاهز فطار ولا هي بتعرف تطبخ ولا هي تعرف ترتب بدومه ولا هو عارف ينزل يدير البيت ويجيب فلوس فهينا بتحصل المشاكل عشان كده انا بضم صوت لصوت رئيس الجمهورية وبناشد الدكتورة غدا والي بضرورة عقد دورات تأهيلية لشبابنا المقبلين على الزواج لو ده حصل اعتقد هتبقى خطوة جدة لتقليل نسب الطلاق انتهت الفقرة الاولى النهاردة من برنامجكم المصرفاندي وحطلع بعد الفاصل على مجموعة من الاخبار المتنوعة ليس لا علاقة بمؤتمر الشباب بس تستحق ان نتوقف امامها اشتركوا في القناة